و الخضار و الفلاحين يا تارى بكرة في مدارس ولا لا كله بدأ يخاف القرار طالع في القاهرة والجيزة و اسكندرية طبعا اسكندرية اصلا متعودة على الامطار اللي بنسميها في اسكندرية الشتاء طبيعي جدا و طول عمرنا عايشين في مطر و في شتاء في اسكندرية و المدارس موجودة و شغالة طب ايه اللي استجدت طيب في القاهرة والجيزة المشكلة الرئيسية تتمثل في ان احنا ما عندناش مصارف لمياه الامطار في حين ان مياه الامطار دي في كل دولة في العالم هي ناعمة ولكن تتحول في بعض شوارعنا و مدننا الى نقمة وتكاد تكون قاتلة في بعض الاحيان لسه في الامطار اللي فاتت الاسبوع اللي فات كان فيه حادث سعق و قابليها كتير 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 ليه لان احنا مشكلتنا في حاجة صغرقة دي كده بس مصرف كده يصرف المياه جنب الطريق حاجة سهلة و حاجة تفضل احنا يمكن دلوقتي في عندنا مدن كتير بتعادل بنية تحتية فيها لما تيجي مثلا تبص المدينة زي مدينة 6 اكتوبر تحس كده ان هي ايه بلغة المصريين كده كلها مفتوحة و مفتح مفيش طريق فيها يعني في وضعه الطبيعي كل الشوارع متكسرة لإعادة الرصف من جديد طب يا طرق احنا بنعيد الرصف ده مش ممكن مصورة مياه بوصة كده تتحط في جنب الطريق وتسحب مية الامطار علشان ما يحصلش مشاكل الموضوع سهل و بسيط بما اننا بدأنا ان احنا نبقى دولة كثيفة المطر و دي نعمة من عند ربنا ربنا بيقطع من هنا و بيوصل هنا نقول الحمد لله ناخد منها الامطار دي نستفيد بيها طيب عارف حالك ان احنا عندنا مشكلة رئيسية في مخر الانسيول في التجمع الخامس احنا بنينا فيلل ويمكن دلوقتي التجمع الخامس برضو غارقة بالزاد في الحتة دي طبعا ده تخطيط قديم في حتة كتير برضو بنينا في مخرات السيول بنينا فيها حاجات طب فين التخطيط لازم يقفكون في حاجة عندي اسمها اعادة تخطيط طيب بكرة مدارس ولا مش مدارس قاهرة جيزة اسكندرية مفيش مدارس وجال قرار بعد انتهاء اليوم الدراسي كده بسرعة بعد المطرة دي ما نزلت وبكرة الدنيا ايه الله اعلم قالك تعليق الدراسة في المدارس غدا طيب تعليق الدراسة يعني ايه يعني احنا خايفين على الناس انها تروح المدارس في ظل المناخ البارد وفي ظل الشوارع اللي ممكن تتسد يعني في خطورة اه في خطورة طب الخطورة دي مش تبقى على الطلبة والمدارسين صح كده لان الاتنين بشر واحنا بنخاف على البشر يعني احنا خايفين على البشر من سوق الاحوال الجوية طب تعالوا كده نسمع التعليمات كانت من التعليم ازاي تعالوا نسمع اول رسالة صوتية من احدى مديرات الادارة ونرجع لحضراتك تاني يلا بينا السيدة للأفاضر المديرين المدارس السيدة للأفاضر المديرين المدارس تم تعليق الدراسة غدا نظرا لسوق الاحوال الجوية تمام لحد كده مفهوم يا جماعة بكرة فيه سوق أحوال جوية احنا بنعلق الدراسة حرصا على حضراتكم حضراتكم اللي هم مين المفترض ان هم الطلبة والمدرسين مش لحد كده الكلام منطقي منطقي بس تعال بقى شوفي الفويس التاني وانت هتعرف احنا عايزين نقول ايه يلا نسمع بعض بعض ونرجع تاني تعطيل الدراسة للطلاب فقط للطلاب فقط يا جماعة تعطيل الدراسة للطلاب فقط طب والمدرسين مش مشكلة احنا عندنا منهم كتير ايه يعني ايه يعني مدرسين يروحوا ومدرسين يجوا مدرسين دول مش مشكلة دول ما لهمش حد يسأل عليهم ليه ما لهمش حد يسأل عليهم هم مش بشر بشر طبعا هو سؤال احنا لحد امتى هيفضل عندنا عدم اهتمام بالمعلم هم دول مش بشر مش بنقادمين نخاف عليهم ده منهم ناس بتيجي من اماكن بعيدة وبتشتغل في ادارات بعيدة وبتقدي عملها طبعا فيه مقصرين وفيه ناس عايزة تقطع رقابتها طبعا ده حاجة تانية بس انا نتكلم على على الاصل في المعلم ده تأكيد مدرسة الادارة طب مدرسة الادارة اكتفت بكده لا ده برضو حد ملوه بتاعتها يا الدكتورة مش عارف مين برضو على نفس الجروب بالتأكيد وبيقول الآتي تعال اسمع كده معايا خلي بالك عشان هي تأكيدا يلا بينا السادة الافاضل الاجازة للطلبة فقط اما المدارس والدوان شغالين ان شاء الله بكرة شكرا شكرا لك حفل والسؤال والسؤال مدارس بلا طلبة المدرسين تروح تعمل ايه تتبهدل تتشحطط يعني وارد ان يحصل لهم كوارث بكرة بعد الشر طبعا عليهم وانا تمنى للجميع السلامة غدا بس وارد ان يحصل يعني زي ما احنا خايفين ان يحصل مشاكل للطلبة ما احنا مفروض نخاف ان يحصل مشاكل وكوارث للمدرسين ولا دول مش ولادنا ولا دول مش ولاد البلد ادارة تانية يعني ادارة تانية يعني محترب الفويس كان القاتي تعالى نسمع وارجع اقول حضرتك ايه تاني اللي اللي حصل نسمع الفويس الاخير يالا بينا السادة الافاضل السلام عليكم غدا الخميس ان شاء الله الدراسة معلقة اجازة من فضلكم تبليغ سادة معلمين والطلبة على جروبات مدرسكو ان بكرة اجازة شوف كده الرجل هنا قالك المعلمين والطلبة ده كلام منطق ما هو مفيش طلبة في المدرسة المدرس هيروح يعمل ايه هيشرح للدسكات وهي فاضية هنلم المدرسين ونقعاتهم في فاصله ونشرح لهم ايه الانتاج اللي ممكن يعملوه تعالى بس نسأل كده ايه الانتاج اللي ممكن يعملو مدرسين بلا طلبة دور كده فاتش معايا ولا حاجة ايه لا بقى لو احنا كنا هننزل بقى قوي ونقول لهم تعالوا نضافوا المدرسة بالمر برغم ان بقر المدرسة ممكن يعني تتغرق مياه مثلا يتناصر فيها الشتة وكده طب ليه البيه ده ما اجازة خلاص احدى الادرابة اللي هيكب بتتكلم دي في انتخابات الشيوخ اللي فاتت قدت اللي لفوا معاها كعب داير واللي كانوا في مولد سيد الانتخابات سبعة يام اجازة كده كده عنا بتمديلهم وهم في بيوتهم اجازة واللي راح اتصيف واللي راح يصيف وهو بتمديله ليه كان بيلف معاها في مولد سيد الانتخابات يا ساد تحسيبي بكرة اليوم الثامن في مولد سيد الانتخابات ما انتي لو كنت عملت في النواب لا يعني لو كنت عملت في النواب نفس المولد كنت هتدي اسبوع اجازة اعتبريها هيسبوع الاجازة اعتبريها اعتبريها نواب اخت الشيوخ اللي صحيح ما حد تسمع صوتك في النواب ليه خير كان صوتك تعبان ولا حاجة وفين تحية مش عارف ايه انت مالك يا ابني انت رحت فين ما حد تسمع لك صوت ايه جماعة حد يتدور كده جماعة بان ادخابات النواب خلصت اه اه والله خلصت محد سمعلك صوت ليه مش كات الشيوخ بروفر النواب مش عارف اقولك ايه والله بس انا وش منك في الارض والله او وش كنت مني انا في الارض مش عارف اقولك ايه في الحقيقة يعني غاية الكلام وملاقص الكلام طالما في خطورة من الدراسة بكرة وفي قلق يبقى القلق على الكل على الطلبة وعلى المدرسين وزي ما قلنا لحضراتكم المدرسين هروحوا يعملوا ايه مش عارف والله اقول لحضراتكم على حاجة انت ممكن تقدي معاك مثلا تشوات كوسة تقوريهم شوات بطاطس تقطعيهم وعلى الوش طماطم وتعصريهم بتعملي صنية كوسة والبطاطس بتعمل ايه لو انت بقى معاك بكرة انتقول حصص كلها فاضية الغريبة ان احنا عندنا حاجات احنا فهمينها وعارفينها بس عاملين نفسنا مش عارفينها زي مثلا في الاجازة الصيفية الاجازة الصيفية مفروض ان كل مدرسين بتروح ده المفترض على يعني بس احنا عارفين انه هما مش بيروحوا كلهم والسؤال لو راحوا هيعملوا ايه امضي حضور قعد حط ايدك شوية بص في الساعة امضي روح عملنا ايه ولا حاجة لو احنا بنعمل برنامج تدريبي مثلا توجيه مثلا اللي هما دلوقتي بنسمي التوجيه ده الجراش اي حد عايز الجراش يدخل توجيه لو التوجيه مثلا المختلف في كل الاقسام وفي كل المواد وفي كل الانشطة بيعمل مثلا دورات تدريبية انشطة تفاعلي يبقى نود المدرسين ونحرص على وجودهم وممكن نعمل نشاط صيفي في بعض المدارس لوجود المدارسين انما في مدارس لا فيها نشاط صيفي ولا نشاط شاتوي ولازم المدرسين يروحوا وفي نفس الوقت مش بيروح واحنا عارفين ان هما مش بيروحوا وهم عارفين ان احنا عارفين ان هما مش بيروح طب احنا نضحك على نفسنا ليه مش معنى كده ان احنا بنقولهم روحوا طالما ما فيش حاجة هتروحوا تعملوا ايه نفسنا نشتغل بواقعية نفسنا نشتغل على أرض الواقع نفسنا نبطل الخطط اللي بتحط في غرف مغلقة ومكاتب مكيفة وننزل نمسك ورع وقلم وإحنا في أرض الطبور في أرض الفاصلة في أرض المدارس ونعمل تقريرنا ونعمل خططنا من أرض الواقع مش من مكاتب في برج عاجي هو ده اللي احنا نفسنا فيه من هنا هيبقى عندنا تعليم حاجة تانية بقى احنا طبعا عافين ان احنا ممكن نكون دخلين على موسم تاني لكورونا ربنا نحفظ الجميع طبعا ولكن يا ترى ما هي الخطة البديلة في التعليم في حال زيادة وطيرة انتشار المرض هل لدينا خطة بديلة؟ الوزير السنة اللي فاتت في دليقاوح وبالمناسبة الطريق التالي كان أول حد تتكلم وقال يا جماعة نرجو إرجاء الدراسة الكلام ده كان في أجازة نص السنة اللي فاتت طبعا فاكرين والحلقات موجودة تقدروا ترجعوا لحضراتكو على اليوتيوب السنة اللي فاتت في أجازة نص السنة احنا أول حد قلنا يا جماعة وضع الكورونا العالمي ينذر بخطر فهل يمكن إرجاء الدراسة؟ طبعا الوزير طلعوا قالك لأ الدراسة فمعاته دخلت الدراسة أسبوعين وطلع قرار من رئاسة مجلس الوزراء كان بيدي عمر مش بيدي ما احنا قلنا يبقى بيدي لا بيدي عمر يعني تبقى بيدي كده يعني يا ترى السنة دي هتبقى برضو بيدي عمر مش بيدي طارق ده السؤال طب وما هو الخطة أو ما هي الخطة البديلة يا ترى منصة إيدو مودو كل المنصات التعليمية والقنوات التعليمية أصبحت جاهزة أن تكون بديلا لما يسمى من جديد أو يعني نقلة جديدة حاجة اسمها التعليم عن بعض يا ترى احنا جاهزين أين كان أين كان يا ترى أنا بس أسؤال هل لدينا الخطة البديلة؟ يوم ما يبقى بيش خطة بديلة احنا هنحط الخطة بديلة كالعادة دي عادتنا برضو يعني احنا بقى بنسيبش حد كده لوحده هل لدينا خطة بديلة في التعليم؟ إلى الآن لا يوجد لدينا خطة بديلة والخطة هي أن الطلبة بتروح يومين في الأسبوع في بعض الصفوف ومش بياخدوا مواد بياخدوا أنشطة كاللي بالحضر لك معايا والوزير برضو صرح من كمي وقالك مش هنغلط غلطة الأبحاث وموجودين ومتحنات وواواوا طيب خطتنا ايه؟ طب بالنسبة للتعقيم احنا في السنوات العامة بس صرفين 950 مليون على التعقيم هكذا الرقم الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم يعني احنا نتكلم في مليار إلى 50 مليون جنيه يعني احنا نتكلم في 950 مليون يعني انت مدخل رقم انت مدخل رقم يعني احنا 50 مليون ونبقى منتكلم في 1000 مليون 1000 مليون جنيه تقيم لجان السنوية العامة اه ده رقم رسمي حوالك تقدر ترجع له حضرتك يعني 50 مليون للتعقيم في السنوات العامة وهل كان بيتم التعقيم طبعا برضو الطريق الثالث اول يوم سنوية عامة رصدنا ورصدنا المهازل بعد كده اتدخل الدكتور رضح جازي طبعا ونزل بقى الملعب والدنيا تزابطت في المادة التانية ومن المادة التانية للاخيرة كانت الدنيا إلى حد ما مقبولة ولكن السؤال 50 مليون لما تيجي تبص لهم على الأرض الواقع اتصرفوا في حين انه كان فيه مديرين إدارات بيجالوا بتعليمات بتوفير الحاجات دي وتوفير الميا وشوفنا الصور وشوفنا الجهود الزاتية وشوفنا المشاركة المجتمعية ومال 2950 مليون اتصرفوا فين هو احنا ليه بقى أولادك الأدب لو سألنا السؤال ده مش عارف طيب آخر حاجة بقى في التعليم ما هي استراتيجيتنا لعشرين سنة جاية في التعليم لسه قبل ما جي وبالصدفة صديق ليه ألماني هو مستشار المستشارة الألمانية ولكن بيكلمني في التليفون وبعد ازايك وعمل ايه تعالفين الألمان يعني ناس عمليين جدا اخبار المدارس الحرفية عندك يا هاني وطبعا بيتكلم مع هاني على ان هاني طبعا مهتم بلاب في التعليم ومن الناس القلائل اللي يعني ملمة بالموضوع طلقوا له احنا حزين يا دكتور على المدارس الحرفية في مصر طبعا احنا عندنا نظامين في التعليم الفني نظام تعليم فني التلقيني العادي اللي هي المدارس الفنية الصناعية ثلاث سنين وخمس سنين وعندنا مدارس حرفية بقى بتبقى عبارة عني اقول لحضرتك يعني شركة مثلا زي شركة البطاريات مش هذكر اسمها شركة البطاريات دي بنودلها مجموعة من الطلبة بتدرس هي الطلبة دي في مدرسة وبتروح ثلاثة ايام او اكتر في المصنع في الشركة بتتدرب بياخد بدل وان كان رمزي وبعد ما بيتخرج بيتوظف في الشركة دي لانه بيمر على خطوط الانتاج وقال بقى حكيلي على المانيا واللي بيحصل في المانيا يعني هو في الحقيقة هو احباطني شوية قبل الحلق بس انا يعني قاومت وبدأت ان انا ابتسم كده وارجع لكم من جديد مبتسم يعني من قدر الامكان ولكن اللي بتستمع الحقيقة فعلا ان احنا نصل في يوم من الايام لمدارس حرفية زي اللي بيحصل في المانيا والمانيا تحديدا متفوقة جدا في الجانب ده وكان فعلا الدكتور صديقي كان بيتكلم انه كان فيه في سنة من السنين وكنت انا مشارك معاه في الموضوع ده كان هنا فيه بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم المصرية وبين الحكومة الالمانية على انشاء عدد من المدارس الحرفية والتدريب من خلال مدرسين المان كان الموضوع ده هيعمل عندنا نقلة استراتيجية طب انا ليه بتكلم نهارده عن التعليم الحرفي او التعليم الفاني برغم ان احنا يعني مش بنتكلم فيه كتير هقول الحكومة ليه انا هفكر حضرتك بحاجة كده كنا بنقولها زمان فكرت زمان لما كنت تقول انا عايز ادهن البيت باللغة البسيطة بتاعت زمان عايزين نبيض البيت كنا بندور على مين على القسطة فلان الفلاني خدت بالك انا قلت ايه يعني مثلا لو حد هنسميه مثلا بعد اذنك يا وليد اسمه وليد عمارة في مصر الجديدة الراجل ده مشهور انه هو يعني قسطة مفيش كده بين المهندس وبين الفني وبين العامل بس درجة عليا يعني المهندس نفسه بيعتمد على القسطة في الشغل بتاعه ويقولك انا بشتغل مع القسطة فلان انا لما بشتغل مع القسطة فلان انا متطمن الشغل هيطلع عشرة على عشرة فين القسطوات اندفروا ما بقاش عندي قسطوات ليه ما بقاش عندي طوارس للمهنة كما هو القسطة ده في يوم من الايام كان فني كان عامل راح فين انا مش عارف المهم خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا الدكتور عبدالله رشدي اللي وصل وطبعا اللي اخره هو المطر واحنا طبعا يعني عذرين لهذا التأخير فاصل ونعود اليكم انتظرونا مشاهدينا وابقوا معنا